أبتدي منين ولا منين؟ نبتدي من حالة خاصة والمسلسل الناجح جدا بدأ دلوقتي موجود على إحدى البلاتفورمز على إحدى المنصات وهو مسلسل متكون من عشر حلقات مسلسل فيه رسالة وفيه ميسج حلوة قوي وعرفنا أكتر على الأوتستيكس أو الأوتستيكس اللي هما اللي عندهم أوتيزم اللي هما بيكون عندهم توحد أكتر في شخصيتهم وعرفنا أكتر عليهم ومن خلال طهد سوقي هذا الممثل الرائع اللي أنا بشوف أنه هو اللي جاي وغادة عادل التقل كله والتمثيل اللي على أصوله وكل المجموعة حسن أبو الروس كلهم بصراحة يجننوا ولكن المسلسل ده لو نجح 50% 40% فأنا شايفة أن 70% من نجاح هذا المسلسل هو موسيقى هاني شنودة هو أن هاني شنودة إدى تقل للعمل عرف أجيال جديدة بفرقة اسمها المصريين اللي كانت موجودة في أواخر السبعينيات اللي كانت سبقى وقتها وسبقى عصرها كلمني عن التجربة كلها جات الفكرة إزاي أستاذ هاني ورحبت إزاي وطارق الجنين المنتج طبعا بنوجه له ألف تحية أنا هبتدي بشكر عمر دياب عمر دياب لأن أنا أوصلني أنا مش عارف إذا كان الكلام ده مظلوب إن هو كانوا قاعدين في قاعدة وقالوا هنأخذ الأغاني بتاعت فرقة المصريين وياريت هاني أنا سمعت إنه بطل فياريت كان يقدر يعمل لها كانت هتبقى كويسة فعمر دياب قال له طب ما تكلمه أنا ما بطلتش أنا ما حدش عارض عليها خلاص هعملي يعني مش فأظن إن ده حدث ما عرفش بيقولولي الكلام اتنين أنا شفت إن دي مباراة بين الممثلين مباراة والرابح هو الشعب المصري والشعب العربي عمرونا ثلاثة أنا عملت حاجة يعني شديدة الجرأة ما حدش عملها أنا دايما أنا أغير كده أو إذا أنا جبت مطربة السوفرانو بتاعت الأوبرا وحطتها في وسط الأوركسترا كأنها كلارينات كأنها أوبرا كأنها مش عارف إيه قدت المزيكة طابع أكتر بشرية أكتر بشرية أكتر بشرية أكتر بشرية سأقول إن كان ممكن في المسلسل ده مثلا حضرتك الموسيقار هاني شنودة يقدم أغاني جديدة وممكن تعمل أغاني جديدة وهاني شنودة ما بطلش وهاني شنودة مستمر وجوه مزيكة طول الوقت فكان ممكن تقدم أغاني جديدة ولكن أنتو رجعتوا لفرقة المصريين وعرفتوها أكتر لأجيال جديدة زي ما هي بمزيكتها يعني حتى ما تجددش التوزيع وده اللي كان حلو ده المصريين دول من 77 أو 78 المصريين هم بيتلز بتوع مصر أوه فما ندرش لها نعيد هم البيتلز بتوع مصر صح ولا نعيد توزيع ولا نعمل أي حاجة بس أنا كمان ما اشتركتش في ده هم كانوا واخدين حقوق الأغاني دي من قبل ما يكلموني عن الموسيقى التصورية أوكي يعني دي كانوا متفقين عليها ومرتبينها فأنا بيتهاق لي بس يعني أتمنى أن أستفهم صح أن ده كان الطعم اللي جابوني بيه أيها بس ده ده دي حاجة حلوة أوي بطأ حد ألا أه آه يعني عايزين حضرتك وعايزين المزيكة دي لأنه يعني مهما هم حطوا من موسيقى هاني شنودة في هذا العمل آه هاني شنودة في جعبته وفي تاريخه الكثير والكثير يعني آه في عندنا حاجة اسمها موتيفة آه وحاجة اسمها تيمة تيمة وموتيفة آه الموتيفة أقل عدد نوات يدل على شخصية اللحن التيمة هي الجملة الموسيقية الكاملة اللي بتتكرر آه التيمة هي الجملة لا متكررة يا أستاذ هاني لا التيمة هي الجملة موسيقية كاملة بس أوكي كلها الموتيفة هي اللي ممكن تتكرر أو لا أوكي فأنا مثلا ايه بيبقى من حظ الموسيقي اني انجح له واحدة بس 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 موتيفة حلوة بتوفن تا 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 كل الناس عفوزة بتوفن تابعا تي تا تيتا تدارارارى دمين أنا دي بالنسبة لي هاني شنودة ما هي هاني شنودة يهي هاني شنودة من الدين كان عنادي مستر كلاس في الصعودية دي ليه اسمها لاونج مش كده تيتا 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 تي را 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 اسمها ايه؟ كان اسمها ايه المزيكة دي دي شمس الزناتي شمس الزناتي ايو صح انا كنت بعمل مستر كلاس في السعودية قلت لو عملنا مثلا تيتا تيتا لقيت تيتا 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 كل الناس فلما جيت هنا بقى كل ما حفلة اقوح عامل كده الناس ترد علي استاذ هاني لما بتشوف المزيكة انت زي ما حارتك ما بتقول كده جز بتقول كلمتين تلاتة وبتلاقي الناس كلها بالدندن الموسيقى اللي حارتك عملتها اللي قلفتها بتحس بايه يعني كبني ادم الحقيقة ده بيشيل عندي هموم بشكل غير عادي يعني ايه زي ما قلت الحمد لله ربنا ادانا مصر الحمد لله اداني موسيقى لان مشاكلي في الكفة دي لكن الكفة التانية فيها موسيقى ما ارحب بالمشاكل بقى زي ما قلت نبقى نحلها يعني دي تتحل إنما الموسيقى من غيرها ما اظنش كده حيتها تبقى كويسة نسبة كم فلمية الموسيقى بتكون مهمة للعمل الفني؟ لا ده فيه اعمال فنية تذكر بالمزيقى بتاعتها اه طبعا انا بعمل ايه؟ انا بحكي حكاية الفيلم من قبل ما يتعمل وعلشان اعدك نفسيا لانك تشوف الفيلم فتلاقي مثلا ايه؟ شفت الفيلم بتاع المشبوه كله اسئلة كله دي اللغة لاستخدمتها اه طبعا هل الحرمي ده هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل صاحبه هيعتقه؟ هل الزابط هيسيبه؟ هل 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 هل؟ فنعملت اسئلة وراء بعضها دي دا 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 سؤال نيل سؤال تاني تلي الله اعلم فانا بوصف الحلم الله بوصف الحلم فأنت مستعدة تشوف الفيلم معنويه قبل ما تشوفيه حقيقه تشوفيه معنويه بالمزيقى اقدر اقول ان المزيكة عند هاني شنودة هي لغته هي لغة عند حضرتك يعني دايما بتتعامل معاها ان هي اه بازل او هي اه حاجة انت بتحاول تفكها ولا كل مع كل عمل فني بتقدمه اه بتبقى لها اسئلة معينة او مش اسئلة بيقاليها لغة معينة اقدر اقول انا بقى وصف في الموسيقى البحتة انا حور في الموسيقى بتاعت الافلام انا تبع الصورة اللي انا شايفها بترجم الصورة دي لمزيكة في الأغنية بترجم الكلام فكل حاجة الليها موضوحة وانا شغلت في الأغنية كتير على فكرة في الأغنية والموسيقى والموسيقى البحتة يعني انا من اللونغات كتير